الخبر الأول اللي عدنا عن أحمد أبو الرب والتهجم متابعين نور مار عليه طبعاً ما يعرف شو اللي صاير فأحمد أبو الرب نزل هذا المقطع على قناته واللي كان تقييم يوتيوبر البنات ولكن كان بالصورة مصغرة حاط نور مار وحتى بالمقطع حاطة بالغلط أساس وهذه اللي قطة شوفوها ليه؟ استنعش فأنا بالغام لا نور صح؟ هو أوكي حتى الاسم أنا بحفة لأنا فيه تاريخ مثمر معنا بسر هل هذا مش قصد يعمل فطبعاً تفجرت الكومنتات عنده بتعليقات الجلادين فكل التعليقات لو تنزلوها حتشوفوها بالانجليزي وشرحت لكم قبل شنظر هاي التعليق واللي هي أنه تجمد المشاهدات وتجمد اللايكات وتظر المقطع وصاحب المحتوى فكل التعليق صارت بهذا الشكل فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات هل يشوفون أنه هو يستحق التهجم هذا اللي اتعرض له أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو غيث مروان وأسامة مروة وعن أغنياتهم الجديدة فأسامة مروان نزل على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي أعلن من خلاله عن تسجيل الأغنية الجديدة وبعدها نزل الستوري الثاني كاتب فيه كوميكسون يعني قريباً وكاتب ويا غيث مروان وبالأخير ختم بهذا الستوري اللي كاتب بيترقبه فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات اش قدتوا متحمسي لهذه الأغنية وهتتوقعون راح تكون حلوة أو لا أما اليوتيوبر الثاني فهي يارا مار في يارا نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي بيصورة مصاهرة ويا الفريق كلها تقريباً بنات والشباب مع دنور مار وكاتب فيديو جديد كونو كلكم جاهزين اليوم على قناة الجلاديين الساعة بالأربعة أما اليوتيوبر الثالث اللي عدنا فهي ياسو في ياسو نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري وأخيراً هي انتقمت من ريدر بحيث بهذا الستوري كانت كاتبة بكرة رح ينزل المقلبية اللي عملته بريدر فاكتبونا يا حبايب الكومنتات المقطع منهم متحمسين أكثر ياسو له مقطع الجلاديين الخبر الثالث اللي عدنا عن توبز ووصول قناته للخمسة مليون مشترك طالب البداية إن شاء الله ألف مبروك ما بقى شيء على عشر مليون يا رب توبز نزل على حسابها بالانستغرام هذي الصورة كاحتفال بالخمسة مليون واللي كان كاتب عليها وصلنا خمسة مليون مشترك في اليوتيوب الطريق للعشر مليون بإذن الله فلا تنسون يا حبايب تباركوا له بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن القطاعات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هي رغدة فرغدة نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي اعلنت من خلاله عن العودة وقالت انه سبب القطع هو كان تريد ترتاح شوية ولكن بنفس الوقت يا حبايب قالت انه هي مجهزت لنا مفاجآت وقلت لنا شيء على اغنيتها الجديدة فراحطوكم هذا الستوريات شوفوها مرحبا مساء الخير عالجميع رغض كيم جان معكم تكروني اسمعوا خاص بدون نلفوا دوران وقصصوا حجج وهيك خاصي ما كنت قادر ان نزل خاص بعرف انكم سامحتوني عشان بتحبوني وكذا ومهلك اشياء فبس تحكيكم انه I'm back الغيابة اللي غبته ما كان عالفاضي تمام كل انفلونسر محتاجين فتة راحة صراحة انا مشوف كتير غلط انه البني قادم يظله ينزل شو بيعملكوا اليوم وهيك وسترس واشياء فأخ فحلو الواحد انه هيك ياخد اكمن يوم استراحة ولكن احعودكم يام بذول يومين قاعدت لكم قاعدت لكم غير هيك في افديتات حلوة عن الاغنية ان شاء سوري راحة الله فكونوا جاهزين اما اليوتيوبر الثاني فهي بيسان اسماعيل بيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري عملت رموشي شو رأيكم كتير حلوين و بس والله يا حبايب لانها وصناها هات المقطع اتمنى المقطع اعجبكم لا تنسوا تحطونا اشتركوا بقناة شاناكو فايزة امقالت مملكة القصص و بس مع السلامة